الفقر العشر داي بتاعيتنا هنقول خطوات سريعة كده او هنتكلم في نقطة سريعة هل احنا المفروض نجيب كل حاجة لولدنا ولا لا المفروض نجيب كل حاجة لولدنا ولا لا كلنا متفقين انه لا كلنا متفقين انه لا طبعا بس للأسف للأسف احنا اوقات بنتطر نعمل ده احنا بنعمل ده عشان خطر اربع حاجات اول حاجة اوقات بنبقى انا ممكن اكون غايب عن البيت فترة كبيرة اكون برا البيت فترة كبيرة فبضطر اعوض الولد او اعوض الابن بحاجات انا بجيبها له بعوض غيابي دي اول حاجة تاني حاجة ممكن انا اكون محروم وانا صغير اكون محروم من حاجات كتير وانا صغير فبضطر اعوضها مع ابني اقول ليه هو يتحرم زيه تالت حاجة ممكن ربنا يكون مديني فلوس كتير فاقول انا ليه احرم ابني فبجيب له كل اللي هو عايزه اي حاجة بطلبها بجيبها له رابع حاجة فيه ناس بتبقى مقتنعة ان ده صح ان هي دي تربية صح فانا بديله حاجات هو محتاجها او كل اللي هو بطلبه عشان ما يكونش ليه 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 مخلوهش عينه مليانة طيب دي اربع حاجات بتخلينا ممكن نقعة في المشكلة دي ان احنا نجيب حاجات كتير اللي اولادنا او كل اللي هما يطلبوه طيب ايه مشاكل الموضوع ده اول حاجة لما ابني بيكون متعود ان يجيله كل حاجة ما بيعرفش قيمة الحاجة ممكن يكون ابني عمره 8 سنين معه موبايل شغال بيه كل لبسه وبرندات هو عايز اي تاني كل الالعاب اللي بيطلبها جياله عنده بلاي سيشن خروجات شغال طيب هو ابني عايز اي تاني فهو ما بيعرفش قيمة الحاجة قيمة الحاجة ده يعمل عنده الفكرة دي ده يعمل عنده فلما يكبر خلاص كل حاجة مباحة بعد كده تاني حاجة هيغلبك في كل مكان يعني لما الولد بيكون متعود ان هو يجيله كل حاجة فخلاص هو عارف عنده كده ان هو لما يعمل حاجة معينة خلاص الحاجة دي هتجيله زن شغال ممكن فيه ولاد بقى بتوصل معهم الدنيا الابعد من كده تكسير بهدلة خبط رازة ممكن يرد علي بطريقة مش حيلة قدام الناس ممكن يبهدل الدنيا عشان خاطر تجيله الحاجة اللي هو عايزها فبضطر ان انا اجيب له الحاجة اللي هو عايزها احنا اوقات بيحصل معنا كده تالت حاجة بيكون طفل قناني خلاص تعاود ان هو يجيله كل حاجة فهو عايز كل حاجة حتى لو ادفع الحاجات اللي مع اصحابه انا عايز دي ليه انا عايزها عشان انا تعاودت ان هو يجيلي كل حاجة وهم بيكونوا عندهم الملكة او بيعرفوا طريقك منين ويجيبوك طريقك الزن فهزن طريقك ان انا ارد عليك قدام الناس احرجت فهارد طريقك ان انا ادل عليك شوية وازعل شوية فهعمل كده فهو بيشوف الطريقة المناسبة ليك ويدخلك منها رابح حاجة هيلومك لما يجبر ويحس ان هو دخل في زون انا جربت كل حاجة وعملت كل حاجة ومفيش حاجة تاني انا محتاجها فممكن الطفل في المرحلة دي يدخل لطريق الادمان ما عايز يجرب حاجة جديدة يعني هو جايله حاجة يعني كل حاجة مباحة بالنسبة له فادخل لعملية الادمان خامس حاجة مش هيعرف يا باب مستقل الطفل اللي بيجيله كل حاجة او كل حاجته مجابة خلاص هو مش هيعرف يعتمد على نفسه اي حاجة هو محتاجها هو بيروح للي بيجيب لي كل حاجة انا بطلبها فخلاص انا مش عارف يعتمد على نفسه سادس حاجة هو بيفهم الحب غلط هو لما بيكبر عارف ان بابا بيحبه فبيجيب له كل حاجة فهو طلع على هذا الفكر ان هو عن طريق الحب بيجي له كل حاجة فهو فهم الحب غلط الحب مش ان انا اجيب لطفلي كل حاجة الحب ان انا بحبك واحترمك وبجيب لك احتياجاتك بس انا بسأل نفسي السؤال ده انا بجيب اي ليبني هل بجيب له احتياجاته ولا فوق احتياجاته شكرا عشر ده بتاعتنا خلصت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة